بتشوف ازاي بتقرأ ازاي اللي بيحصل في غزة وبيحصل في اسرائيل وبيحصل حوالينا بتشوفه ازاي اجيب لك الصفحة الاخيرة الموضوع غزة ده يتحل ازاي عشان ما عطش نتكلم كتير يعني ما حنيجي نقول بقى اصل اسرائيل غلطانة الموضوع ده مش هيتحل الا لو كلنا اتحبنا بس احنا كلنا نتحد الوطن العربي كله يتحد بس لانت يشوف اليمن اللي بحدهم مغلباهم حسين مغلبين ايه طبعا لا وحماس هم بقى هم هو تسعة شهور وحماس مهو حماس بس تخالي بقى لو احنا كلنا اجتمعنا ما من اجتمعش بيه تعتقد ليه ما من اجتمعش ليه مش هارفينا اتحد ما جايش الاواني ممكن حتى لو يعني لو احنا كمصر عايزين نتحد ممكن تلاقي بلد تانية مش عايزة تتحد او ممكن بلدين تانية عايزين يتحدوا حيجي وقت من الاوقات غزبنا عنينا كلنا هنتحد انت عيش فين دلوقتي في الام groundbreaking انا ببين مصر ودبي ببين مصر والدبي مين اكتر بتقعد في دبي ولا في مصر حاسب خلي بالك حاسب يعني ساعة تلاقيني قاعد في مصر فترة وساعة تلاقيني قاعد في دبي للسنة بتتبسط فين اكتر فالتنين بس بتبسط طبعا في مصر بس بتبسط في الاتنين انا بحب دبي انا بحب دبي لان انا متربي في دبي برا اه وانت صغير اه مع والدي مع والدك ووالدتك كانت فيه والدتي كانت في مصر لانه يعني والدتي بتبقى تعبانة شوية فبتضطر هنا بتكون في مصر والدك ووالدتك كانوا مع بعض ولا كانوا منفصلين كانوا منفصلين وانت كنت قاعد مع والدك لا انا مابين اتنين وعلاقتهم في غاية من الاحترام والادب والجمال وعندك اخوات يا شادي عندي اخوات احنا خمسة خمسة ما شاء الله ولاد ولا بنات ولا ايضا انا الكبير انت اكبر واحد وانتو خمسة اشاء الله وبعدين بعد الخمسة باباك وممتك انفصل وبعد الخمس اطفال دي قصة طويلة بقى ده مسلسة لالي حلمية يا اميرة ها قولي حكيلي يا اميرة عايزة ايه عايزة احنا عاملين نتكلم في حاجات شخصية خمسة اخواتك شقاة ولا كده وكده ها بس خالص بقى ما اصرش علي بتاتا ولا عمرنا حسنة بالنقطة دي خالص كلنا مع بعض احكيلي عن موقف حصلك وانت صغير مش قادر تنسى لحد دلوقتي مأثر فيك مفيش ولا اي حاجة حكيلي مفيش اي حاجة خالص؟ مهني مفيش لأ موقف اكيد يعني بس عادة افتكر ليه يعني موقف اثر فيك مش عايزة افتكر ليه؟ يعني مش عايزة عادة افتكر وعادة اشغل دماغي افتكر ليه يعني مفيش ولا اي موقف اثر فيك خالص وانت صغير؟ والله ما هتعرفي ده خديميني كلمة ليه انا وانا بتحددك اعمليلي طيبة بقى وانا بتحددك انا بتكلم معك عايزة اكيد اكيد طبعا كلنا يعني انت ما حصلتش موقف انت ما واقف لا يعني انت لو فاكرة مثلا ان موضوع انفصال ببايا ما انت اثر فيه يعني بص انا الحمد لله رب العالمين ربنا الحمد لله فضلا عندي ربنا نجيني حتى كده معينة ان انا بعرف لو حاجة هتأثر علي انا بعرف اتخطى